بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان درس كيفية رسم المنحنايات لسنة الثانية والثالثة ثانية وأنصح بشعبت العلم التجربية والتقني الرياضي والرياضي وحتى شعبت سير واقتصاد لأن سوف نتحدث فيه عن كيفية استنتاج رسم المنحنايات حيث قال يشرح كيفية استنتاج رسم منحنايات الدوال التالية عندنا من G1 إلى غاية G11 انطلاقا من منحنة الدالة F الذي يرمز له بCF ها هو المنحنة CF يا أبنائي قال حيث F دالة معرفة على R بالعبارة F لX2X مربع ناقص X ناقص 2 ثم قم برسمها يعني هذه المنحنات في معلم متعامد ومتجنس OEG حيث عندنا G1 لX2F لناقص X وجي اثنان لX2 ناقص F لX وجي ثلاثة X جي ثلاثة X تسعين F لX ناقص 1 زايد 2 وجي أربعة X تسعين F لX ناقص 2 وعندنا هنا جي خمسة X تسعين F لX زايد 1 وجي ستة لX تسعين F لX ناقص 1 وجي سبعة لX تسعين F للقيمة المطلقة لX وجي ثمانية لX تسعين القيمة المطلقة لF لX وجي تسعة لX تسعين F لناقص القيمة المطلقة لX وجي عشر لX تسعين ناقص القيمة المطلقة لF لX وجي احد عشر لX تسعين القيمة المطلقة لF للقيمة المطلقة لX إذن ينطلق ليبا على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة إذن ننطلق أبنائي بالحالة الأولى وهي جي واحد لإكس يسايلنا أف لناقص إكس إذن نكتب هنا رسمة سي جي واحد انطلاقا أكيد من سي أف لو نراحي جيدا هنا أنظروا إكس يسايلنا كم ناقص إكس هنا يا أبنائي في هذه الحالة أن نتخيلوا إذا كنا قلنا مثلا إثنان ناقص إثنان أين هي؟ ها هو إذا قلنا الثلاثة النقص ثلاثة ها هي ألا تلاحظون أن هنا يحدث لنا التناظر بالنسبة إلى محور التراتيب؟ نعم لأن كل سابقة لاحظوا ناظرته هنا إذن فيكون نكتب هنا لأنه يطلب من الشرح نقول سي جي واحد هو ناظر سي أف بالنسبة إلى محور التراتيب إذا سميناه إيقلاج إيقلاج فتحة كيف يتم يعني عملية ترسمه بطريقة سليمة؟ أنه هذا الجزء نناظره ها كذا ها كذا معنى هذا الجزء ها هو ناظره بالنسبة إلى هذا الخط الأخضر والجزء الآخر نناظره كذلك ها كذا ها هو ونكتب سي جي واحد ها كذا فقط ويكون قلت تناظر بالنسبة إلى محور التراتيب فقط أبنائي بعدما أنهينا مع الحالة الأولى نأتي الآن إلى جي إثناني لإكس تساوينا ناقص أف لإكس انظروا هنا التغيير هنا لاحظوا هنا ناقص إكس تساوي إكس أما هنا لاحظوا أن جي لإكس تساوينا ناقص أف لإكس يعني الناقص يوجد هنا خارج عبارة ليست داخل فنكتب هنا كذلك رسمة يعني شرح رسمة سي جي إثنان نقول هكذا نقول سي جي إثنان نظير ماذا؟ نظير سي أف بالنسبة إلى محور الفواصل ها هو محور الفواصل دقيق فقط ها هو المحور الفواصل الذي كان فوق يصبح أسفل لأنه انظروا جي إثناني لإكس تساوينا ناقص أف لإكس كل شيء من الأف لإكس ينظر بالنسبة إلى إكس إكس واتها معناه الرسم إذا جئنا إلى رسمه سوف نأتي إلى هنا هكذا وينطلق من هنا وفي الجيهة الأخرى يكون هكذا هذا هو يا أبني لاحظوا جيدا ها كذا إذن هذا هو ماذا؟ هو سي جي إثنان فيكون الذي كان هنا في الأسفل يصبح في الأعلى والذي كان في الأعلى يصبح في الأسفل فنسميه تناظر بالنسبة إلى محور الفواصل فقط بعدما أنهينا مع هذا المثال سوف نتطرق الآن إلى الحالة الثالثة جي ثلاثة لإكس يسعين أف لإكس ناقص واحد زايد اثنان إذن نكتب هنا نستنتج إذن نستنتج سي جي إثنان من ماذا؟ من سي أف بي الإنسحاب بي قلت لاحظوا بي الإنسحاب الذي شعاعه لاحظوا جيدا تقول القاعدة إذا كتبت الدالة على شكل ماذا؟ إكس زائد أ ثم زائد هنا بي فهنا يوجد لنا إنسحاب يرسم منحنا هذه الدالة إذا سميناها هنا جي جي لإكس إذن يرسم جي انطلاقا من أف بوسط الإنسحاب الذي شعاعه هذا الذي بالدخل أين ينعدي؟ إكس زائد أ إذا جعلناه إكس زائد أ يوسي يوسي فمعناه أ كم يوسي يوسي ينقل؟ عفواً أنه أ أنه إكس يوسي ناقص أ نعتذر إكس يوسي ناقص أ إين ينعدي؟ إين ناقص أ فيصبح له شعاعه هو ناقص أ وبي يعني هذا نحمله كما هو لو نلاحظ هنا جيدا هذا الذي بالدخل أين ينعدي؟ إكس ناقص أ إين نعدي؟ عنده واحد وهذا نحمله كما هو لهو إذا جاء زائد إثنان نحمله زائد إثنان إذا كان نقص إثنان نحمله نقص إذا كان الصف نحمله الصف حتى نفهم جيدا إذن هنا شعاعه ماذا يكون يا أبناء يكون لنا ذي الذي مركباته هذا الذي بالداخل قلنا أين ينعدم ينعدم عند الواحد والإثنان كيف يتم عملية الرسمة إذن نستنتي سيجي من سي أف بواسطة انسحاب الذي شعاعه ذي مركباته أين ينعدم الذي بالداخل هو الواحد وهذا الذي بالخرج أحمله كما هو لو وجبته عادة سريب أحمله كما هو ثم نقتي الآن ونقوم هنا برسم هذا شعاع الانسحاب الذي مركبته واحد على محور الفواصل ها هو واحد وعلى محور ترتيب كم وعلى محور ترتيب إثنان معناه هنا تقيقوا جيدا إذا قلنا مثلا محصلة هنا لكن هل نسحبه إلى هناك لا إنما يا أبنين نأتي حتى تفهموا جيدا الفكرة نأتي لنقطة معينة إذا أتينا إلى هذه النقطة ونسحب هكذا قلنا بواحد ونسعد هنا بماذا بإثنان هكذا فيكون المحصلة أين تكون تكون المحصلة في هذا المكان معناه هذه النقطة هذه النقطة نسحب وهنا بإثنان وهنا بواحد حتى تصل هناك لاحظوا ها هو المنحنة انظروا إذا سعدنا لاحظوا جيدا إذن قلت إذا سعدنا ذهبنا هكذا بواحد ثم نسعد هكذا بإثنان إذن لاحظوا من هنا نسعد هكذا بواحد نتجه هكذا بواحد ثم نسعد هكذا بإثنان فتكون لنا هذا المنحنى الذي ظهر هنا باللون الأسود حيث هذا إذا سميناه شعاع V وهو شعاع الانسحاب ويكون لنا هذا هو المنحنى إذا سميناه CG كم؟ CG ثلاثة أرجو قد فهمتم الفكرة أرجو قلت وأعيد قد فهمتم الفكرة إلا أن يسحب هذا المنحنى هنا على محور فواصل بوحدة وهنا على محور التراتيب بوحدتان ويصبح لنا هذا هو الرسم الجديد ببساطة فقط نأتي كذلك إلى الحالة الرابعة التي هي G4 لإكس وسيكوننا F لإكس ناقص إثنان هنا كذلك نقول نستنتج CG4 من ماذا؟ من CF بالانسحاب الذي شعاعه إذا سميناه V هنا بالداخل أين ينعدم؟ هذا ينعدم عند الصفر يعني الصفر ونحمل هذا العدد كما هو ناقص إثنان فنأتي الآن إلى المنحنى وإذا قلنا شعاع هذا أين هي مركبة؟ هي ناقص إثنان مع الصفر إذا أتينا إلى هذه النقطة مثلا هذه وننزل هنا بكم؟ بناقص إثنان هذا يكون هو أشعاع V حتى تفهموا دائما نأخذ النقطة التي تسهل علينا ثم نأتي هكذا وننزل بوحدتان هاي أمامكم لاحظتم؟ يعني بهذه البساطة أو يمكن كذلك مثلما أن نرسمه هنا ونسحب تلك المنحنة بوحدتان كلاهما صحيح المهم شعاع الانسحاب نضعه في المكان الذي يناسبنا إذن فيصبح لنا في هذا المكان هنا ونقول C G ماذا؟ C G أربعة فقط أبنائي بعدما أنهينا من الحالة الرابعة نأتي الآن إلى الحالة الخامسة ليجي خمسة لإكس تساوينا ماذا؟ تساوينا F لإكس زائد واحد كذلك نقول هنا ماذا؟ نقول هكذا نستنتج نستنتج C G من ماذا؟ من C F بالانسحاب عن الانسحاب الذي شعاعه ماذا؟ V كم؟ يساوينا أكيد يساوينا صفر وواحد نأتي الآن إلى النقطة التي نراها مناسبة صفر مع ماذا؟ قلنا مع واحد معناه هنا ونصعد هكذا نأتي إلى هذه ونقوم بإسعادها لاحظوا بإسعادها بواحد ها هو المنهارة هذا الذي نتج الآن يسمى لنا G C G لمن؟ لخمسة فقط وها هو شعاع الانسحاب أو نرسمه في أي مكان المهم حتى نعرف كيف تتم عملية الانسحاب إذن كان في هذا المكان أنزل أصعدنا إلى هنا عموديا فقط بعدها نأتي الآن إلى الحالة السادسة قال ماذا؟ قال G 6 لـ X تساوينا F لـ X نقص واحد هنا كذلك نقول نستنتج 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 C G من ماذا؟ من C F بي الانسحاب قلت أفوا الانسحاب الذي شعاعه ماذا؟ V ويمكن أن نسميه E أو نسميه ماذا شئنا الآن هذا الذي بالداخل العين ينعدم X نقص واحد أكين ينعدم عنده واحد والزيادة هنا لا توجد إذن ماذا؟ نقره صفر إذن نأتي إلى مثلا إلى هذه النقطة هكذا نتجه بواحد وأما محو أعلى محو الترطيب فنصعد بصفر فقط إذن هكذا ها هو الشعاع إذا جئنا إليه ثم الآن نسحب المنحنة بهذه البساطة إلى هنا يصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا هذا هو C G ماذا؟ C G 6 فقط أرجو قد فهمتم إذن عندنا إذا أتينا وهنا ولخصنا في هذه الانسحاب أنه إذا كتب الدالة بدالة أخرى مثلا C G ل X تساعدنا F ل X زائد A ثم زائد B إذا كان A وال B موجودين كلاهما فيوجد لنا الشعاع هنا الشعاع يكون له مركبة على محو الفواصل على محو الترطيب إذا كان B غائب فيكون الإنسحاب على محو الفواصل إذا كان A هو الذي غائب فيكون الإنسحاب على محو الترطيب فقط وهقد شرحناهم للحالات الأربعة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذه الحالة نأتي الآن إلى الحالة السابعة ركزونا التي هي G 7 ل X تساوي F للقيمة مطلقة ل X هنا لاحظوا أبنائي هنا لو نلاحظ جيدا نقول أن ماذا؟ لو نلاحظ أنه X ينتمي إلى ماذا؟ إلى D G ماذا؟ وعندنا ناقس X كذلك ينتمي إلى د G 7 وعندنا ماذا؟ وعندنا G 7 لاحظوا جيدا لناقس X تساوي نظام F للقيمة المطلقة لناقس X والقيمة المطلقة لناقس X هي نفسها القيمة المطلقة عفوا هي نفسها القيمة المطلقة ل X هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذه هي نفسها هذه لاحظوا معناها تصبح لنا ماذا سيكون جي سبعة لإكس جي سبعة لناقص إكس سوي جي سبعة لإكس أي الدالة جي سبعة كيف هي زوجية إذن كيف هي زوجية إذن دائما لما يأتي غالبا ما تعطينا هذا السؤال يقول برهن أن الدالة جي سبعة لإكس زوجية بعدما نثبت على أنها زوجية يسهل نقول إذا كان أركزوا وأنتبه وأرجوكم هنا عندنا سوف نناقش نحن نعلم أن القيمة المطلقة لإكس قلنا أنها تسوينا قيمتان إذا كان سوينا إكس إذا كان إكس أكبر أو يسوي الصفر وتسوينا ناقص إكس إذا كان إكس أقل من الصفر لو نلاحظ جيدا معناها لما تنزع ماذا تصبح تصبح لنا جي سبعة لإكس تسوينا مرة هذه نضعها هنا فماذا ينتج تصبح لنا تسوينا آف لإكس مع إكس قيمة مجابة ومرة تسوينا ناقص إكس معناها هذه نضعها هنا فيصبح لنا ماذا تصبح لنا آف لناقص إكس هنا إذا كان إكس أقل ثم من الصفر لكن ما نحتاجه هو هذا الفرع هذا نقول هكذا دقيقوا جيدا نقول من المجال أو في المجال نقل من المجال من المجال لهما من الصفر إلى الزائد مال نهاية إذن من الصفر إلى الزائد مال نهاية في هذه الحالة لاحظوا وانتبهوا معي أو الأفضل لا نقل من الصفر إلى زائد مال لأن الد الله يمكن أن تكون غير معرفة إلا عند الصف نقول إذا كان واحد نقول إذا كان X أكبر أو يساوي 0 هو X ينتمي إلى DG7 هذا الأمر الأول فإن ماذا فإن تصبح لنا G7 لX تساوي F لX أي ماذا CG7 ينطبق على ماذا على CF كيف ذلك أبنائي ركزوا أرجوكم يعني من المجال هذا من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية هذا هو نفسه منحن عفوا إذن هذا وأعيد هذا هو نفسه ها هو أمامكم CG7 لكن ما زال الجزء الآخر وعندنا كذلك الندالة لاحظوا إذن قلت وعندنا الدالة ولدينا G7 اللي هي كيف هي فرد دالة زوجية أي نكمل الجزء الآخر بالتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب دقيق كيف ذلك الجزء الأول هذا الذي رسلنا باللون الأحمر هو نفسه ينطبق CF ينطبق على CG7 أما الجزء آخر فنناظره بالنسبة إلى هذا المحور هو محور التراتيب يعني لما نناظره كيف يكون يكون لنا هكذا يكون لنا بهذه ثم من هنا ويصعد هكذا فيصبح الرسم النهائي اللي هو هذا الذي باللون الأحمر هو CG7 إذن الجزء من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية ينطبق لأن G7 لX يساوي FDX معناه ينطبق عليه لكن X أكبر أو يساوي صفر يعني من هنا إلى هنا الجزء الذي بقي لنا اللي هو من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر هو هذا الجزء نناظره بالنسبة إلى محور التراتيب لأن الدلة زوجية والدلة زوجية منحنها البين والتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب فقط أبنائي نأتي بعدها إلى الحالة ثامنا وهي 8G8X تساوينا القيمة المطلقة لـ يعني هنا انظروا القيمة المطلقة هنا بالداخل أما هنا القيمة المطلقة بالخارج أولا ماذا يمكن أن نقول نقول أن F لـ إذن المعروف أن F لـ بالقيمة المطلقة هي قيمة موجبة لأن دائما أي شيء إذا كان داخل القيمة المطلقة يكون موجبة هذا ماذا يعني أي CG8 يقع فوق محور الفواصل لماذا أبني لأن مهما كانت قيم هذه G8 لـ X مهما كانت تكون قيمة موجبة والقيمة موجبة هي التي تقع فوق محور الفواصل كيف يتم نقول إذا كان F G لـ X يسون ماذا F لـ X مع F لـ X تكون قيمة موجبة فإن ماذا فإن نركز جيدا فإن CG8 ينطبق على CF لاحظوا كيف ذلك معناه هذا الجزء الذي يقع فوق محور الفواصل يبقى هوه هذا الجزء وهذا الجزء يبقى نفسه CG8 نقول والجزء والجزء السفلي إذا كان عندنا ماذا إذا كان G لـ X تساوي نماذا هي G دائما G8 لا ننسى G8 G لـ X سنن ناقص F لـ X مع F لـ X تكون تحت محور الفواصل فننض إذن CG8 8 يناظر ماذا C F بالنسبة إلى ماذا إلى محور الفواصل دقيقوا ما معناه معناه هذا الآخر يصبح كيف هو مناظر هكذا انظروا كيف تصبح العملية لاحظوا ما يصبح لكم هكذا والجز الآخر هكذا الذي كان فوق يبقى هو هو والذي كان أسفل نناظره حتى يصبح كل منحنة CG8 فوق محور الفواصل لأن القيمة المطلقة دائما قيمة مجابة الذي كان فوق يبقى فوق والذي كان أسفل من المنحنة F من منحنة يناظر بالنسبة إلى محور الفواصل فالمنحنة الجديد هو الذي يقع فوق محور الفواصل هذا هو لما نجد عبارة دلة موضوع الداخل قيمة مطلقة فعلم أن منحنة كليا يقع فوق محور الفواصل فيكون الذي فوق يبقى هو والذي كان أسفل نقول نناظره بالنسبة إلى محور الفواصل حتى تساولنا F لناقص القيمة المطلقة لX هنا أركز أرجوكم يا أبني وأنتبهوا لو نقول نقول X ينتمي إلى DG 9 وماذا وناقص X ينتمي إلى DG 9 وعندنا ماذا وجي ل ناقص X G 9 لناقص X تساولنا ماذا تساولنا F ل الناقص القيمة المطلقة لناقص X يعني هنا حتى أبرر أن DG 9 هي دلة زوجية تساولنا ماذا القيمة المطلقة لناقص X هي نفسها القيمة مطلقة X أعيد القيمة نفسها هذه و لإكس أي الدالة كيف جي تسعة زوجية إذن هنا زوجية بما أن زوجية منحناها البين يكون متناثر بالنسبة إلى محور الفواصل لكن ركزوا عندنا لو نلاحظ جيدا أبنائي القيمة المطلقة معروفة أن القيمة المطلقة قلنا لإكس تساوينا قيمتان إما إكس إذا كان إكس أكبر أو يساوي الصفر وتساوينا ناقص إكس إذا كان إكس أقل ثم من الصفر الآن معناها تصبح لنا هكذا تصبح لنا جي تسعة لإكس تساوينا ماذا تساوينا مرة هذا نأتي به ونعوضه هنا فماذا ينتج ينتج أصبح لنا آف لماذا لناقص إكس لأن هنا قلت نعوض في هذا المكان بالإكس أصبح لنا آف لناقص إكس هنا إذا كان إكس موجب ومرة نأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا فماذا ينتج تصبح لنا آف لنا ناقص في ناقص إكس التي هي ماذا التي هي آف لإكس إذا كان إكس أقل أو يساوي الصفر الآن ما هي الشيء الذي نستنتجه نستنتج أنه جي تسعة لإكس تساوينا آف لإكس إذا كان إكس أقل تماما من الصفر يعني نحتاج الجزء الثاني ليس الجزء الأول لأن آف لناقص إكس نحن لا يهمونا يهمونا جي تسعة لإكس تساوينا آف لإكس لكن متى؟ لما إكس يكون أقل من الصفر فماذا نقول؟ نقول سي جي تسعة ينطبق ينطبق على سي آف في المجال لاحظوا جيدا في المجال السالب كيف ذلك؟ دقيقوا حتى تفهموا جيدا معناه هذا الجزء هذا الجزء هذا سي آف ينطبق على سي جي تسعة إذن هذا سي جي تسعة لماذا؟ لأن جاءنا الآن سي جي تسعة لإكس أصبحت تساوي أف لإكس لكن متى؟ إكس أقل تماما من الصفر أما في مثالنا الآخر ركزوا متى؟ جي سبعة لإكس تساوي أف لإكس لما إكس يساوي معناه في ها هنا ها هو الإنطبق أين يحدث؟ من الصفر إلى الزائد من لهذا ها هو أمامكم أما هذه الحالة وقد وردت في باكالوريا ألفين وستة عشر أنه هنا اختلط الأمور على الطلبة أنه في هذا الفرع يحدث الانطباق والجزء الآخر بما أن الدلة الزوجية نناظره نقول والجزء الموجد نناظر نناظر السالب بالنسبة يعني الجزء السالب بالنسبة إلى محور التراتيب لأن الدلة جي تسعة زوجية يعني كيف تهتم العملية؟ معناه من هنا ونناظر ها كذا ها كذا نناظر لأن التناظر بالنسبة إلى محور التراتيب لأن الدلة زوجية من؟ الدلة هذه جي تسعة لإكس معناه يصبح لنا المنحنة وهذا هو المنحنة منحنة الدلة الجديدة وهذا المنحنة الذي أرسموه هنا الجزء الأول هذا استنتجناه بهذه العلاقة جي تسعة لإكس تسوي أف لإكس في الجزء السالب والجزء الآخر بما أن الدلة الزوجية نناظر هذا الجزء الذي رسمته بالنسبة إلى محور التراتيب حتى نجد هذا الجزء وبه قد رصمت بعدما أنهينا مع هذه الجزء الآن إلى الجزء العاشر وهو جي عشر لإكس وسيكون ناقص القيمة المطلقة لأف لإكس هنا أكيد الأمر معكوس بالنسبة إلى هذه الحالة هنا في هذه الحالة أنه منحنة الدلة سي جي ثمانية يقع فوق محور الفواصل أما هنا في هذه الحالة فإننا نقول ماذا؟ سي جي عشرة يقع ماذا؟ يقع أسفل محور الفواصل يعني كيف؟ كيف يتم؟ نقول الجزء الجزء السفلي إذن الجزء السفلي أو الذي يقع نقول الذي يقع هكذا الذي يقع أسفل إكس إكس فتحليه محور الفواصل من ماذا؟ من سي أف ينطبق على ماذا؟ على سي جي عشرة و الجزء الجزء العلوي الذي يقع فوق إكس إكس فتحة من ماذا؟ من سي أف يناظر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى إكس إكس فتحة ليصبح ماذا؟ ليصبح سي جي عشرة كيف يعني حتى تفهموا جيدا؟ معناه الجزء الذي كان أسفل هذا يبقى هوه لو سي جي عشرة أما الجزء هذا العلوي فنناظره فيصبح لنا هكذا والجزء هذا العلوي كذلك نناظره كي يصبح هكذا ونكتب هنا سي جي ماذا؟ سي جي عشرة أرجو قد فهمتم الفكرة الذي كان أسفل يبقى هوه والذي كان يقع فوقه نناظره بنسبة إلى محور الفواصيل ليصبح سي جي عشرة فقط أبنائي نأتي بعدها الآن أبنائي إلى المثال الأخير لو جي إحدى عشر لإكس يسوي من القيمة المطلقة لآف للقيمة المطلقة لإكس هنا نلاحظ أولا نقول أنه ماذا؟ أنه جي إحدى عشر دالة كيف هي؟ زوجية هذا الأمر الأول وماذا؟ وسي جي إحدى عشر أولا ينطبق على ماذا؟ على سي آف في المجال أولا الموجب لن المجال الموجب دقيقوا أرجوكم إذا سمينا هذه الحالة ألف كيف ذلك؟ معناه يصبح لنا هذا هذا هو منحنى هذا هو سي جي إحدى عشر والجزء ركزوا جيدا ونناظر الجزء المتبقي بالنسبة إلى محور التراتيب لأننا قلنا الدلة الزوجية يعني كيف؟ ركزوا معناه تصبح لكم هكذا هكذا هذه لمن؟ هذه لإذا قلنا آف للقيمة المطلقة لإكس هذه الحالة الأولى نأتي الآن إلى القيمة المطلقة لآف لإكس ماذا تقول القيمة المطلقة لآف لإكس؟ ألا تقول أن منحنى هذه الدلة يجب أن يكون يقع فوق محور الفواصل؟ نعم، هذه أن التناظر بالنسبة إلى محور التراتيب هذه لأن الدلة الزوجية أما هذا فيكون الذي يقع فوق يبقى هوه والذي يكون أسفل نناظره يعني كيف؟ دقيقوا حتى نكتب كلمات لغوية صحيحة نقول و عندنا باء إذا سمينا باء نقول الجزء السفل أو الذي يقع أسفل إكس إكس فتحة نناظره بالنسبة إلى محور الفواصل لأن القيمة المطلقة لآف لقيمة المطلقة لإكس هذه مهما كان قيمة مجابة مهما كان، كيف يتم العملية؟ معناها الجزء الآخر هذا الذي هو سوف نناظره هكذا انظروا من هنا ونناظره هكذا من هنا حتى ينتج لنا المنحنى الآن الناتج للدلة هذه الجديدة هو هذا انظروا هذا انظروا هكذا وانه منحنى يعني يرسم بني اليد الحرة وهذا الجزء سوف نقوم بمسعه حتى تفهموا كيف؟ الدالة الزوجية جعلت هذا الجزء رسمت هذا الجزء رسمت الجزء الذي رسمناه ثم الدالة التي بالقيمة المطلقة خارجنا الذي كان أسفل أصبح فوق أعيد حتى تفهموا الدالة الزوجية رسمت لنا هذا الجزء هذا الجزء رسمته الدالة الزوجية هذا الجزء الآن جاءت القيمة المطلقة التي وقعت خارجا فنظرت الجزء السفلي إلى الجزء العلوي فأصبح هنا وهنا وحذف الجزء السفلي لأن القيمة المطلقة التي بخارج هي التي جعلت منحنى الدالة هذه سي جي 11 يقع فوق محور الفواصيل هناك ملاحظة معنى سي جي 11 يقع فوق إكس إكس فتحة يعني محور الفواصيل مهما كان لأن القيمة المطلقة هي التي قالت له هكذا فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا باستحال العافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحتك الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته